كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصغرى أنا الأم دي البنت اللي قتلت في مدينة العرائش في شهر 11 أنا جت اليوم من طنجة اليوم كان كانت الجلسة وتأجلت دات الجلسة السيمانة اللي فاتت وأجلوها كانت اليوم واللو أجلوها والمحامية طلبت طلبت بأن الشاهدات تحضروا ورفضوها وملكلات خرج 6 شهر خرج دابة 3 شهر باش خرج وكان شوف الحق دي البنتي ضع قتلوا لي بنتي وضيقوها وفي حالي قتلوا شي شي حشارة ودابة كان سماو بأنك يقول لك فلسطينة فاي خرجوا الهدرة كالدور هاي خرجوا هاي خرجوا ثم ناس عند منوفود وكان طلب زمات شي اللي وقع في محكامة ابتدائية ماي قشي في الاستناف وكتبت رسالات وكانت مني يوصلوا المسؤولين ما وقفوا شي معايا الجمعيات مشيتان رباط على الجمعيات حقوق الإنسان ما تواحد ما بغي وقف معايا حقوق الإنسان يعني حقوق الإنسان وكان طالب بالحق ديال الحق ديال بنسي دياله ولي بنسي هاد الناس يخدوا الجزاء دياله هذا ملكلاته وكانت خرجها وكيدور حور في الزنقى ونضي يعني ضيقوني بنسي هاد الناس وكان طلب يخدوا الجزاء دياله أنا أريد أن نهضر على واحد المشكل كان وقع في 2020 شهر 11 في خمسة في مدينة العرائش على أميماء عبايد بنت عمي كان قتلا واحد خيينة بسنح وكانين ثلاثة دخلين في الجريمة يعني عصابة منظمة قتلوها بالغدار ودابا كانت فجأوا يا خراء الشهيدة تلقوها هذه كان الدعي شهيدة اليوم أريد أن نهضر في الجلسة نفضوها دخلت المحامية ديالنا كذا دهضر يعني خصة دهضر تهيئ نفضوها قال لك لا دخلوا الحقوقيين جمعويين نفضوهم نحن ما بغينا ما فهمنا شي كيفاش هاد هاد القضية وحكمو عليه ثلاثة سنين وعنده قتل اللي عمد وهم المساطير عندي مصورين المساطير بالبوليس عندي مساطير تكون ومحكمات لعبوا عندي مصطارة ديالهم وما فهمنا شي هاد الناس كيفاش يعني واش ما ماشي من حقنا ندخلوا الحقوقيين جمعويين ماشي من حقنا يعني نطلبوا ذلك الشهيدات كيقولوا لك علا احنا كنستننا والقاضاء يعطينا حقنا يعني ولا الدولة الحق والقانون وهم ما كيبغوا شي كيقول لك لا هادوا لا هادوا احنا ما فهمنا شي هاد الناس وهات شي اللي كين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يبصلكم كل جديد